اهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع موسيقى معاكم في بيديو مادحات الماضي ساعتين ذاكروانا نستقبل وانشانا ساعتنا ثانيا رئيس كتلة الاسلح بالبرلمان حسونا الناس في سينوم كاملين توتشويت بالكلمة بالكلمة الكلمة بالكلمة والسنغلو اللي بش نسمعو تصريحة سيد رئيس الحكومة هي شمي شيشي اليوم الصباح في مدرسة سوسا اللي كانت مدرسة مدرسة ابتدائية بيأكود اللي تم من خلالها تلاق سراء تلاق اسم شهيد سيمي يمرى بتخليدا لذكراريس الحكومة يحكي على تحدي العودة المدرسية وتوفير الظروف الصحية الملائمة لمجابهة فيروس كورونا المدرسة هي رمز للحياة والمدرسة هي رغم كل الصعوبات اللي تنجمت مرت بها البلاد وحنا نعرف اللي الفترة هذية عنا فيها صعوبات عنا الصعوبات اقتصادية عنا مجابهة فيروس كورونا عنا كذلك الظاهرة الارهابية رغم النجاحات الكبيرة اللي حققناها مزالت موجودة لكن لا سامبوليك متاع المدرسة هي اللي تخليل الامل يفقى موجودة فما روتوكول صحي خصوصي لتأمين العودة المدرسية في ظل تفشي فيروس كورونا وهذا يحاولنا بشكونه كافة المدارس تكون مجهزة بوسائل التعقيم حبينا نستحثه زادا كذلك كافة الإطار التربوي وتليمذات على حمل الكمامات وعلى ضمان كذلك التباعد الجسدي من خلال كونه الأقسام متجاوزش عدد معين من تليم لدون فما مجموعة من الإجراءات نعرف ورعية المدرسة فما المدارس تفتقر إلى أبسط أساسيات العيش بل ما نخلطه إلى توفير الهدية الصحية هذه في مجابات كورونا لكن احنا قررنا بمجموعة من الإجراءات لتوفير الأساسيات هدية في بعض المدارس اللي للأسف لا زالت تفتقر الأساسيات هدية المجهودات لزمة الضافر ما بين مختلف مكونات المجتمع المدني المدرسة هي ملتقى المجهود الوطني كل من دولة ومجتمع مدني ومن أولياء أيضا قلت في ثينة ثلاثين مليار رح تم أقارها رئيس الحكومة لأسلاح ما يمكن أسلاحه فيما يتعلق على الأقل بالحاجات الملموسة بالبنية التحتية لبعض المؤسسات وقال وأنه أعطاهم معناها على قل يتم تجاوز تاريخ 15 أكتوبر لقيم بهذه الأسلاحة ممكن والله يتوى أنه قوله سيد رئيس الحكومة بصراحة يعني ربي معك وربي مع الحكومة هذية وذلك عنيش حتى بك أنا قدي تكلم سيد وزير التربية حبيتش ندخل إذا المشكلة في تونس يتعاقب الحكومات يخليك حتى الحكومة بيدرع لا تجنش تحاسب حتى حكومة أولا هي ما تلقاش الوقت مش تخضر وانتي ما تنجر مش تحاسبها علشو قاعد ينحكم على النواية ولا شيء غير النواية والنواية تبدو طيبة سيد هشام المشيشي أنا يظهر لي كأنه قاعد يعني في حاجات في الطريق الصحيح يعني يمكن شوفوا حتى المستشارين اللي قاعد يخفيهم الواحد بعد الآخر فما على الأقل إيمان منه أنه يحتاج لمختصين في المجالات اللي هي ما هيش من اختصاصه وهذا في الحقيقة الدور المهم والرئيسي متاع المستشار يعني أنك تجيب المستشار المناسب في المكان المناسب المستشار هو اللي يكمل الشي اللي أنا كريس حكومة ولا رئيس دولة يعني نفهمش فيه ضعيف فيه ولا ناقص فيه ولا ما عنديش ليه الوقت كيشوفنا توا طلعتنا أصباح على الإجراءات الفورية اللي إخذاها سيد رئيس الحكومة نحكيه على تخصيص 32 مليار للانطلاق فورا في إصلاح 400 مؤسسة تعليمية على أن تنتهي الأشغال في النصف الأول من شهر أكتوبر اشتحبنا نقولوله لام مخر نقولوله مش معقول مثلا تلام ذا تقرأ وفي نفس الوقت البنية قاعد يبني خليوها العام جاي باش العام جاي نجيه للمبالغ غاضي نرقاها اندثرت مهباء ومشت ربما في أمور أخرى نجمو كان نقولوله ونباركو الإجراء اللي إخذاها خاصة أنه فهم ما معناها أولا تحرك فوري وسريع نحكيه على استقناف مشاريع إشغال وصيانة وتوسعة مؤسسة تربوية التسريع في النسق بعد رفع العراقيل وإعطاء الشوانة هذه كما نقولوا احنا للبرنامج المعروف باسمه جيل جديد من الباعفين في مجاية عهد وصيانة مؤسسات تربوية بالتدخل الفوري هذا معناها شو يقول يقول لك من نجمو كان نبركوه نتابعوه معاه إن شاء الله زادة السادة المقاولين الشبان هذوما ما يفهموش السرعة على أنها تسرع وطب الفيت وكيما قاعدين نشوفوا توا في الكياسات كلما تصب المطر تكشف لنا حقيقة معناها الأعمال والأشغال اللي قاموا بها السادة المقاولين ما نحبوش نشيطنهم لكل لكن فيهم نسبة كبيرة اللي بصراحة تخدم هي والضمير معناها فان دو كما يقول إجراءات مهمة إن شاء الله سيد رئيس الحكومة من هنا معناها للأجال اللي يضبطها هو تكون معناها المدارسة ذي 400 عدد محترم بداية باهية ونشجوها عليها وهي تنسيق الانجليزي فان شاء الله ما نشوفوش كل المدارسة اللي تم تصويرها وإن شاء الله سيد رئيس الحكومة هي بركة لتصلح لا هو كما قال لطفي كونه السيد الحكومة الجديدة لقات روحها مباشرة مع عودة كبيرة لتفشي ضاء وباء الكورونا لقات نفسها مع تهات الأمطار ولو هي أمطار خير ولكن فما مناتق اللي تضررت خاصة في الساعة ولقات نفسها مع عودة مدرسية ما كنتش الوزارة وزارة التربية وإلا أحتى الحكومة المتخلية مستعدة إليها كما ينبغي ثم إجراءات عاجلة هذية من نجمو كان نباركوها لا أكثر ولا قل من نجمو كان نحيوها ثم أنه بالإضافة إلى ذلك مع كل الأسف العودة المدرسية دائما تقترن تعتبر عرص خاصة بالنسبة لأطفال الصغار فرحة اليوم حسينا وأن الفرحة غابت في علونك الوهيدات الصغار الابتسامة غابت عن وجوه الوالدين متاعهم فما الخوف مسيطر تقريبا على الجميع خاصة على المربيين اللي هما متخوفين ما يعرفوش كيفش ينجمو أطروا خاصة الوهيدات الصغار ما زالهم مش فاهمين شنية هالبروتوكول الصحي كيفاش مش تفاهمو كيفاش مش تراقبو في ظل معانتها ولا لا الكثافة العددية خاصة لتشهدها بعض المدارس والعديد المدارس وعديد المؤسسات التربوية بصفة عامة نتمنى وأن الأسبوعين الأولين على الأقل يمروا بسلام إذا مر الأسبوع الأول والثاني بسلام وما فماش تفشي للعدوى في المؤسسات التربوية نقول وراه بدينا بش ننجزوها ومع دعوة ملحة للسيد وزير التربية اللي العديد توسموا فيه خيرا لأنه هو أستاذ جامعي ورئيس جامعة المنار والجامعة المنار هي الجامعة الوحيدة المصنفة في تونسية الوحيدة نتمنى وإطارات أيضا وزارة التربية اللي هي إطارات عندها تجربة كبيرة وخبرة ميدانية أن يتم المتابعة الدقيقة لعملية الصيانة نتعال أربو يميات مدرسة اللي أعلن عليها اليوم السيد رئيس الحب تار فما مثل يقول لك ولدها على ظهرها ويتلوج عليه أنا والله تفاجأت فمعناها فرحت كي لقيت أنه سيد رئيس الحكومة نجم يوفر ثمينة وثلاثين مليار بشكل يعني الفوري وعاجل الاعتمادات زعمة وين موجودة في الوزارة باقي موجودة في وزارة مالية وفما باب في وزارة مالية كونه نجم معانت بطريقة استثنائية لأنه فما باب يسمى ذاك ميزانية مخصة للطوارع للطوارع موجودة تزعم تفتش سنويا بالنسبة للمبلغ هذا بالذات اللي خاص رئيس الحكومة فما مانحين دوليين أعطاهنا هيبات ما صرفناه نظرا للعراقيل البيروقراتية اللي نعرفوها الكل معناها خاصة في الوظيفة العمومية وحتى في المدرسة بيشتشري لوحة ولا بيشتشري صبورة جديدة مطلب للمدارة الجيهة والدارة الجيهوية للتونس والتونس بلا ما تجاوبش أما أنا ماذا باية زادة تويد هولي اليوم في اللحظة هاي في زادة رئيس الدولة يزور في مدرسة في مهال مدرسة مهال جذجاج وسيد رئيس الحكومة ونعرف من الناس الكل يا سيدي نفترضه النواية طيبة متعارفين قاعدنا نجيب محفوظ النواية طيبة لكنها لا تكفي قاعدنا نفترضه حسن النواية وهو موجودة عند رئيس الدولة وأكيد موجودة عند سيد مشيشي ماذا بينا زيارة عاجلة للكامور وماذا بينا زيارة عاجلة لحوض المنجمي نقرأ في دراسك النهار الحوض المنجمي كان يوفر لتونس يا إيمان تسعة مليارات في النهار مربيح تسعة مليارات يعني أنت في مئة النهار نجموا نصلحوا مدارس تونس الكل إذا بيه اليوم الحوض المنجمي ولا ياخذ فيه الفلوس من الدولة التونسية باش يخلص الأجور وشوفنا شهر قوت استحقوا فيها 60 مليار اللي هي أجور حوض المنجمي وشركة معنا شركة شركة جروب شيميك تعجيبس باش يخلص لأن الشركة باتتعاجز على توفير الأجور بعد مكان تتوفر مليار دولار للدولة التونسية في 2010 ورد التالي دونك اليوم باي نمشيه للمدارس أما هاوين عندك المشكلة الحقيقي هاو منين باش تنجم غدوة تعمل شوية توازنات في المالية التونسية ونلقاه باش نصلحوا بدرس ونصلحوا ليسيه ونصلحوا مستشفى أما أنه اليوم لتندانس إلى مد هي اللي كول بريمير في حين أنه الموضوع الحارق سيد رئيس الحكومة سيد رئيس دولات سيد رئيس الحكومة عندك شهرين جمعتين مفروض توا راكب تحولت وجبت لنا على الأقل حلول كسها في الكمور وإلا في حوض المنجد باش نلقاه غدوة باش نصلحوا وكلم دارس رو ما عناش كلم دارس سيد رئيس الحكومة هادي خطر الواجهة هادي خطر عودة مدرسية أما رايثم وسائل مستوصفات في حالة يرتلها وسائل نقل واقفة لخطر ما عناش باش نشريو قطعة غيار الكار باش ترجع تقدموا تهزة لامدة وتهزة طلبة ماذا بنا زادة غدوة فالعودة الجامعية نشوفوا رئيس الدولة يتفقد المبيتات نشوفوا رئيس الحكومة يتفقدوا مطاعم الجامعية تو تشوفوا حجم الكوارث اللي باش تتكشفوا عليها ووقت هالسؤال فم فلوس باش نصلحوا ولا ما ثماش وح شقدموا سيسيين للتوينسا تو تسويت نبيل حجيجو منطقين راق تناع اللي نوردين بحيري زايد زايد رد علي في المطلق تاريخ نوردين البحيري ومسارو وليكلاراسيون بتاع وش فيهم مسحيح وش فيهم غالطة وش فيهم مغالطة وحكي على المسلحة ودي مع المسلحة الوطنية وقلبوا على تونس أما هو الهدف بشي تهم هذا وتمقى مع ذاك واتسترا نحكي على روحي وعلى السياسيين كل نرتقي وخلي الشعب يرجع عنده ثقة فينا معناه أحنا شنقدموا للشعب كان عركاتنا راهوا نعملوا عركاتنا على دي بروجي صح في البلاد على توجهات سحيحة مرحبا عنده شغور نهائي لمنصب رئيس الحكومة لأي سبب عاداشنا حالتي الاستقالة وصحب الثقة لا يطبق الفصل المياه في حط الاستقالة وفي حالة صحب الثقة وضحش أكحل على بيث اللي يسفق فيه استقال لا يطبق الفصل المياه يتقابل يسربوا قهوة يتعشاهم ومشوا يعوموا الفصل المياه لا يطبق نزيده يكلف رئيس المريشكون طير ديمقراطي مراشح الحزبة ولأتي ليه في الحاكم النهضة معناك مش نطبقو هي بتشكل الحكومة طيب بالمنطق أنا نمشي للنهضة قولها هي نهضة بربي إيجا أنوا فنطبقوا الفصل المياه بش أنت تحكو تعاود يرجعلك لما كما حكومة الجملة إليانا صوت ضدها إيجا نقترحها ليك ترجعلك لما تم ثم يعني المشكلة متاع السياسي إن متاعنا هشنو هتوقف العشر سنوات هذية إننا نعيش في تجاذبات سياسية وحتى في مناكفات باش مونقولوش حوارات لأنها أدنى من أنها ترتقي إلى مستوى الحوار لأن الحوار عادتين ما يكون حوار منتج لا 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 منتج منتج للأفكار الكبرى للمشاريع الكبرى يعني حوار حول رؤية للتنمية في تونس كيفية شراء تونس في التعليم في الصحة في كذا حبينا الخلافات تكون خلافات جوهرية الخلافات اللي غدوة تقدم بيك وتدفع بيك إلى الأمام لكن اللي قاعدين نشوفوا فيه توا والمشكلة من بعد يجو يتهم السياسي المتاعنا الأعلام بترغيل السياسيين والسياسة في تونس إخوة هاو معناها نشوفه تقريبا في عركة متاع حمام ربما نحترم الحمام اليوم أكثر من نحترمه من نوعية السجيلات اللي قاعدة صايرة بين الأحزاب السياسية قيل وقال في أسوأ وأرضل معناها مستوياته هنا بصراحة هذا ما تمنيتوش خاصة بالطيار الديمقراطي اللي قاعد يعاني ولا ينخرط في لعبة ما هيش متاعه قاعدة تهبط فيه إلى القاع هذا الحزب اللي اتعلقت عليه أمال كبيرة وكبيرة ياسر واللي حيين دخوله ومغامرته بأسماءه الكبرى في حكومة الفخفاخ حتى أنه الحكومة هذه تسمات على الطيار في غياب حزب قوي يعني يسند الفخفاخ وكانت الهزيمة مدوية تكبدها الطيار وأدت إلى استقالة زعيمه ومؤسسه من الحياة السياسية لأنه لم يتحمل قوة الصدمة وقوة اللطخة خنقولها الكلمة هذه اللي ولد دارجا اليوم في القاموس السياسي التونسي فمفروض إنسان بمستوى هشام الحجي ولا بمستوى نبيل تحية هشام حجي العجبوني يشام عجبوني العربي جلاسي أنا توسمت فيهم برشة خير لأنهم ناس معناها جايين من الإدارة التونسية جايين من الأعمال الحرة ناجحين معناها ما عندهم شكل في قلة متاع الماضي من يذالي ما همش متورطين في المستنقع الأوديولوجي كانت طبقة جديدة تتهيئ للبروز بشي يطلعوا شوية للطبقة السياسية وحسابة يقودوا ظهور طبقة سياسية جديدة لأنه ما أصب في اليوم حتى الجامعة التونسية وما قاله السجال اليوم السياسي في تونس بقا سجال الجامعة التونسية في السنوات السبعينات وبداية الثمانينات اليوم كي خرجت الجبهة الشعبية ولو ذلك أنتج قيادات وأنتج أفكار هي جايين في الجامعة ذلك ما أنا أرش لقيادات وأفكار هوا شوفوا فيهم هما اللقادوا تونس فالعشر سنوات هذوم كي تحكي أنت على قيادات الجبهة الشعبية اليسارة التونسية بصفة عامة ولياتجاه الإسلامي وغيره نرى فيهم بقاوا ديما في طور الصراع الإيديولوجي في طور التباهي بالرصيد النظالي لكن الاشتغال على الدولة اشتغال على الملفات الكبرى طرح رؤية أخرى رؤية لتونس عام 2025 عام 2030 الناس دومة في أفكارهم في تصوراتهم بقاوا معناها معظويون معناها تقريبا نوع من السلفية سواء في اليسار أو في الاتجاه الإسلامي أو حتى في العالم الاجتماعي ديما الرؤى ترجع بالتوالي ولا تستشرف القادم وذلك عليها لكي نسمع النوعية من الخطاب هذه والصراع هذا بين الحجي وبين نوردين البحيري نقول معلها من الجموش نقدمه أمام رئاس الدولة لا تطرح شيء بصراحة تقول مستقبل غامض وغامض جدا فلنرتقي قال نبي الحجي طبقة سياسية طبعا الارتقاوي نشوف المشهد السياسي التونسي يعبروا عليه باللغة الفرنسوية ونترجمها المستنقع السياسي التونسي والمستنقع من الجموش نلقوا فيه نسندار نحن الحملات الانتخابية هل تركزت على برامج ومشاريع؟ أبدا تركزت على سراعات سياسوية سراعات إديولوجية على الضضية اتهامات من هذا وذاك اليوم في تونس عنا ميتين وسبعة وعشرين حزب أنا منذ ثلاثة سنوات كنت في زيارة إلى الصين والتقينا السفير الصين سابقا في تونس اسئلني قلي قدش عندكم من حزب في الوقت ذاكي عنا تقريبا مئة وثمانين قد له مئة وثمانين قل لي احنا في الصين الشعبية مليار واربعمائة عنا تسعة حزاب فما حزب يلمع ثمانين في المئات وثمانية لحزاب الأخرين عندهم العشرين في المئات عندك ميتين واثنين وعشرين حزب حتى واحد لو كان نعمل برنامج منس يربح مئة مليار ويسمي على الأقل عشورية عشرين حزب يستحيل ينجع واحد ونشوفوها احنا لماش الصورة اللي نشوفو فيها في البرلمان بصفة مستمرة واللي نقدموها سواء للداخل او للخارج هذك اللي خل التونسي يستنكف ويتعفف من متابعة السياسة ما عاش عنده ثقة لا في السياسة كما نذكر انا كالحلق طار اللي قال يلعن في السياسة والسياسيين من حبش نكمل خطر الروس والليابانيين الناس بيينتو متقدمين فماش سجال سياسي فمس سجال فمحارب انتو ملفات وانتو اخذ الصحافة الفرنسوية مؤخرا قالت لا تونسي لتعدي دوسيين شد عليك دوسيين نخدم كل دوسيات على ناظا ناظا عندها دوسيات على فخفاخ فخفاخ عندها لديك دوسيات كنت تلفون حلو الأقجار يعني رجعنا السجال ونقاش توري انوري كل مسؤول عنده ملف على المسؤول الآخر هذا كما قلنا نقاش عقيم ما نجري مشونش أفكار ما نجري مش يخلق حياة سياسية سليمة نعم نختم الكلمة بالكلمة بتصريح سيد ريس الجمهوري قايس عاد البرح وقت الاستقبال القاضية لالجافي الوزير تملك الدولة وشون العقارية شنية حكاية الجراد توتويت من بين أهم القطاعات على الأطلاق أملاك الدولة التي تم العبث بها على مدى أقول للأسف هناك أسراب من الجراد تعبث بالدولة التونسية وبأملاك الشعب لا تسامح مع هؤلاء ولا تسامح في أي مدليم مهما كان موقع الشخص ومهما كانت أثروته ومهما كان موقعه انتهى عهد العبث بأنباك الشعب التونسي واجبنا المقدس المقف في وجه كل هؤلاء الذين لا تنتهي مطامعهم بلا حدود كأسراب الجراد والجراد يمكن أن يقدم أصلاحا لأنه يأتي على الأخضر واليارس ومن يفكر وأقولها أمام الإعلام والتاريخ بوضع عراقيل أمامك وأمام الفريق الذي ستعملين معه على إبعادك فسيتحمل مسؤوليته كاملة أمام الشعب لأن هناك من يسعى إلى وضع العقبات والعراقيل ويسعى إلى إدخال تحويرات بحجة توازنات سياسية كاذبة وهي دعبه على الكذب وعلى الإفتراع وعلى اختلاس أموال الشعب حشتين ملفتين لأمتباه ساعة الجرادة وبعد نرجع له لك لطفي العماري أنه رئيس الجمهورية في العلان وفي تصريح إعلامي عاية الوزير ويقول له أو ننبه كان واحد يحب ينحيك رأيه ما يتحمل كان مسؤوليته على خطفاً مشكون رأيه قاعد يلعب لك يحب ينحيك من الوزارة عادي؟ مش عادي بالكل بل هذا داخل المنطق الجديد اللي قاعدة ماشي فيه البلاد ورأى أنه سيدة رئيس الدولة متناغم مع نفسه وبش نتصور أنا بش نسمعه برشة طلعات من نوع هذا في قدم الأيام والأسابيع والأشهر سيدة رئيس الدولة منذ سبوع تقريب استقبل وزير العدل أو نوزير وهو محسوب عليه ثم استقبل السيدة جفال وهي كذلك محسوبة من الوزارة من تعيينهم من قصر قرتاج وربما نشوفوه في قدم الأيام يستقبل بقية الوزارة المحسوبين عليه ويطمأنهم بأنه لن يترك أحد معناها يخرجهم من الجموش ونحضرنا أكثر من هكذا إذا تم حاجة اسمها القاع فنحنا الشيء اللي موجودين في انتوا هو أقل وتحت القاع يعني رسالة هذه موجهة لشكون موجهة لشام المشيش موجهة لأحزاب اللي أشر لها معناها بطريقة غير مباشرة وقال إذا حاولوا إذا تم تغيير الوزير تغيير الوزير صلاحياتك لا ما قال لك خليك حاسبونا أمام الشعب فهمتش كيفية يصير الحساب ماذا يصير الحساب ربو سيد الرئيس يتمكن أمام القانون في تونس ما ذا بنا نبقاه في الحد هذا الشعب اختار في موعد مستحققاته الانتخابية شكون يمثلوه في المجلس ومن بعد من حق رئيس الحكومة بشي اختار شكون يمثلوه في الحكومة أما هذه أنه نترككم أمام الله والشعب والضمير والتاريخ هذا يظهر كلام كالسلام مفروض حتى الدستورية اللي تفعل نجم يعمل رئيس الجمهورية كالسي رئيس الحكومة قام بتحوير وزاري سيدون أمبورتكو الشيء اللي قاعدين نسمعوا فيه والتوانسة قاعدين بشوية بشوية يتكشفوا على ما يمكن أن ينجو سيد الرئيس الجمهورية من خطاب وهو نشوفوا فيه الخطاب هذا مجمعتي يزم القسر زاد شكل توا لجنة هذه معناها لمتابعة شنو صلاحياتها اللجنة هذه شنو قانونيتها لجنة لدى لجنة لدى رئيسة الجمهورية اللي متابعة ملفات الأموال المنهوبة ومتابعة كل التجاوزات المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية داخل تونس وخارجها لجنة وعد سيد الرئيس الجمهورية بشتابة عن ملف متاع الكيسانك وما شوفنا شهير حد الآن نحب نقوله سيد الرئيس الجمهورية وعدت أول المدخلة للقصر وكان وقتها مزيد سيد يوسف الشهد بوجود كرئيس حكومة تصريف أعمال بتدقيق كامل حول الحالة المالية وكافية التصر في قصر كرتاج ومشاء أكثر يوسف الشهد وقال بش نشوفه زادة تدقيق في وزارة الخارجية بطبيعة الحال هادوما كله اكتف الحوت وطيش في البحر نحب نذكر سيد الرئيس الجمهورية رأو منذ أشهر تقريبا فم عربها متاع فصفات جديدة تم حرقها تسوى عشرة مليارات وقالوا بفعل فاعل بفعل فاعل هالي أملاك الشعب هالي حاجة في يدنا سيد الرئيس الجمهورية قبل من تحدثوا على متاردة ومولاحقة وهم استرجاع الأموال متاعنا المنهوبة البرة المسألة الثانية هو هي ربما أنه هل بداية اللجنة هذه هي بداية خلق حكومة موازية موازية داخل قسار كرتاش تذكرنا باقي الحكومات اللي كانت عند بن علي وقتي كان عند قسار كرتاش حكومة فاعلية حكومة غير معلنة تراقب الحكومة الفاعلية اللجنة هذه اللجنة هذه يا رول التفكير فم لجنة متاع استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج هيا كنتابعة موالد لك الدولة لا هذيكة أست في مارس 2011 بمقتضاء مرسوم من الرئيس السابق المؤقت خوادر مبزع ويرأسها محافظة البنك المركزي وعطاوها مدة بأربع سنوات باش تسترجع الأموال في أربع سنوات ما تمكنت كان استرجاع سك من لبنان بـ 28 مليون دولار ولكن السكة ذاك جابوا البروكولور جنرال متاع قطرس بن فتيس وعملوا حفلة في شهر رفريل 2013 للرئيس السابق المنصف المرزوقي وأحذر لي وتصاور حفل كامل وزير الخارجية الحالي كان موجود وزير المالية أنا ذاك وليس الفخفاخ محافظة البنك المركزي اللي هو سيشيدي العياري ووزير العدل اللي هو نذير بن عمو والشيك نتذكر وصارت عليه عركة لأنه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي أعطاه كلها تحبي تصور معاه وتغشش محافظة البنك المركزي قال أنا جبت هذا فقط ما تمكننا من استرجاعه من الأموال اللي يقول وأنها بالمليارات واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج راهوا عاجزت عنها جميع الدول من عام ستين هم يتبعوا فيها إلى غاية اليوم ويستحيل ينجم ويرجعوها لأن الدولة والبنكة اللي يكون قاعدة يافتوا عليها مئة مليار في الخارج يستحيل تقول لك تكشف لك الزر والدولة زادة اللي تكون قاعدة فما أربعة أو ستة دول اللي فيما حبوش يتعاملوا مع تونس بيشعتوها على الأقل يكشفو لها قائنا متاع التوانسة اللي مجولين في الخارج فتحي سوالي أنا نقول سيد رئيس الجمهورية كان بالحق وأنا متأكد اللي خلبك على المالية التونسية وعلى فلوس التوانسة وفلوس المجموعة الوطنية عندك ملف اسمه ملف في البي اف تي سيد رئيس الجمهورية بنك الفرنسي تونسي هذه أكبر فضيحة عرفتها تونس منذ خزنة دار إلى يوم الناسي هذا إذا تحب تشتغل فعلا على استعادة أموال الشعب التونسي تابع هذا الملف والقياة كلها ريتفاصيل